بين الدعوات إلى تحقيق دولي في انفجار بيروت الكبير ورفض هذه الدعوات تتأرجح الأمور في لبنان داخليا طالب رؤساء الحكومات السابقة سعد الحريري وناجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في بيان مشترك بتشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لتحديد أسباب الانفجار والجهة أو الأشخاص الذين يتحملون المسئولية عن تلك الكارثة دعوة قابلها بالرفض إيل الفريزلي نائب رئيس مجلس النواب والمؤيد لحزب الله قائلا إن المطالبة بتحقيق دولي في انفجار مرفع بيروت تعني إلغاء للدولة اللبنانية وتعيد إلى الأذهان ذلك الجدل الذي دار بعد اغتيال رفيق الحريري قبل 15 عاما ليرد فؤاد السنيورة بالقول إن بعض الجهات التي تجري التحقيق الحكومي قد تكون مسؤولة عما حدث ولذلك فلابد من لجنة تحقيق تشكلها جهة محايدة مثل الجامعة العربية أو مجلس الأمن الدولي واستفى إلى جانب الداعين إلى التحقيق الدولي وليد جنبلات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي مؤكدا أنه لا يؤمن بلجنة تحقيق محلية ولا يثق في المطلق بمن وصفهم بالعصابة الحاكمة ولم يتخلف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت عن المطالبة هو الآخر بإجراء تحقيق دولي شفاف للحيلولة دون إخفاء الأمور بشأن الانفجار داعيا القادة اللبنانيين إلى إحداث تغييرات عميقة في أدائهم وإعادة بناء نظام سياسي جديد لإخراج البلاد من مأزقها السياسي والاقتصادي فيما عده كثيرون تدخلا سافرا في الشؤون اللبنانية الداخلية وبين هؤلاء وهؤلاء يبقى اللبنانيون في انتظار ما ستتمخض عنه الأيام القادمة من تطورات قد تكشف عن عمل تخريبي متعمد أو ربما تؤكد ما يذهب إليه محللون من أن سيطرة الميليشيات على المشهد كفيلة بإفساد السياسة وتدمير الوطن